اشتركوا في القناة تكون خطوة جريئة أو عن زميل جديد يدخل أو يدخل حياتك لهذا لا تتسرع في اتخاذ قرارات مهمة في العمل حاول أنه تعرف أشياء فترات اللي ممكن الساعدك والقرارات اللي تتخذها في هذا المجال ننتقل طبعا إلى العاطفة اليوم الغيرة عند الشريك مبررة لأنه تصرفاته أكثير ريبتة حاول أنه تكون واضح مع هذا الموجود في تعاطيك معه وما تشعر بأنك ما تكترت لبعض أموره الصحيح اليوم اتباع نظام غذائي صحي ومدروس يحميك من خطر التعرض لأزمات صحية خطيرة وأنا ننتقل إلى مورود الثور من الجانب المهني حاول أنه تقوم بجهد لتغيير إعادة أسلوب وتكون منفتح على أفكار وأراء جديدة وقد ما تكون بناءة أو مفيدة جدا في مجالك المهني طبعا نتحدث أيضا عن فترات العاطفة اللي اليوم ينصحك أنه ما تناقش وما تعترض وما تنتقد أيضا الشريك من نفس الموضوع خصوصا اليوم راح يكون يعني ما هناك أي تبرر لبعض القرارات اللي أنت اليوم أسرار أنه تبيح بها وتفشي بعض التفاصيل الخطيرة اللي ربما تحاول أنه تهدم شيء من العلاقة المتينة في مباناتكم الصحة الاكثار من النشويات مساء بسبب طبعا حالتك والبدانة حاول أنه تستعين بها عن الخضار أو بعض الأشياء اللي ممكن تكون هي أسلوب حياتك وتلتج إلى المواد خلينا نسميها بالعامية السلق الروح إلى مورود الجوزاء اليوم طبعا يلقي الضوء على علاقة إلك ويعني بداية جديدة أو ربما تتخلص من الضغوط وربما تتلقى النتائج الطيبة والتهنئة والترقية اللي راح تستحقها والعاطف اليوم تصرف بجدية في علاقتك مع الحبيب وربما راح تكون هناك بعض الأمور من العجلة اللي بعدك عنها ولربما هناك أمور وطريق ربما يكون مزدود حاول أنه تقلص المسافات وتعرف كيف تتعامل مع هذه المواليد اللي شوية غلقت من الجانب العاطفي الصحة اليوم تخفف من شرب القهوة والشاي أثناء المساء طبعا هذا كله يسبب لك الإرهاق في فترة الليل وهذا ما يجعل لك دائما يقض البال والخاطر إلى مولود السرطان اليوم من الجانب الميهني تحاول أنه تعرف كيف تدير شؤونك بتعقل وتنظم مخططاتك وربما تجنبا للوقوع في المشاكل المستقبلية وحاول أنه تتفادى الأخطار قدر الإمكان والعاطف اليوم حذاري الإنجرار وراء الإحساس والإفكار طبعا لسلبية لحتى لو شعرتك بتحديات واستفزازات ما رح تتسرع في إلقاء اللو على الحبيب الصحة لا تكون من أصحاب القرارات الضعيفة سيما حينما يتعلق الأمر طبعا بوضعك الصحي ونتحدث إن شاء الله عن مولود الأسد اليوم الأسد رح يتحدث عن فترة جدا إيجابية أنه بالقمر في برج الحمل يفتح أمامك مجالات جديدة ويبشر ببعض الأرباح أو النجاحات فما تتسرع في اتخاذ قرارات مهمة في العمل والعاطف اليوم بانتظارك تطورات مفاجئة تطلب عناية بالشريك أو يقتصر الأمر على ضرورة الحوار وعدم التسرع به طبعا الهواجس بعيدا ننتقل إلى جانب الصحة اليوم ما تتوقع من أحد أنه يلاحقك باستمرار الاهتمام بوضعك الصحي اليوم الأمر رهن إيدك وبإرادتك وحدك أنت اللي تأخذ القرارات الصائبة باتجاه الحياة اللي ترجوها إلى موجود العذران من الجانب المهني تفكر في بعض الحوافز وطبعا غير المعلنة وربما تستوعب الأمور اللي حصلت معاك في الماضي أو تحافظ على مشاعر سرية وما تبوح بيها إلا لمن لحظ ثق بيهم واللي تكون هم ثقتك العمياء لأن هناك أسرار وقد تكون هناك أشياء لازم أنه تخفيها أو تحتفظ بيها لنفسك يلا نروح إلى جانب العاطف اليوم تحاول أنه تفخر بما يقدم إليك الحبيب وربما تقتنع بالقدر المكتوب إليك وتنتظر أنه اللي ترى على الواقع راح تعرف سعادة من قطعة النظير وأيام جدا سعيدة طبعا اليوم الصحة راح تقوم ببعض التمارينة الرياضية حتى تخفف من الوزن الزائد الطقص الجيد يسمح إليك بهذا الموضوع وننتقل إلى مولودة الميزان من الجانب المهني تشهر بميل إلى الرفض والثورة وهذا ما يزعج بعض الزملاء فحاول أنه تظهر محبتك وتفهمك وهدوءك واستيعاب الآخرين إليك ونتحدث عن العاطفة اليوم الغيرة عند الشريك غير مبررة لأن تصرفاتك معا واضحة وتعبر إلى عن حبك باستمرار فما في داعي أنه يكثر جوانب الملاحظات أو حتى مسألة الغيرة ننتقل إلى الصحة اليوم واعتماد نظام غذائي محدد طيب رح يكون هو يحميك من خطر التعرض لأزمات صحية وخصوصا مسألة البدانة اللي بدت للعشريات الأخيرة من هذه المواليد إلى مولودة العقرب من الجانب المهني مهما حاول بعضهم تشويه صورتك ما رح ينجح لأن حضرتك يا مولودة العقرب صاحب سجل كبير من النجاحات أكبر من أن يتم القضاء عليها بسهولة ننتقل إلى العاطف اليوم ابتعد عن الأنانية بعد الأرض عن الشمس الشريك اليوم يستحق من عندك معاملة أفضل وأكثر نضج ولطف ورقة وحنان أيضا أنت بدأت تظلم هذا المولود وربما تظن بأظن السيئ يلا ننتقل إلى الصحة اليوم ما تعتمد على التنظير فقط بل حاول أن نتمارس رياضات بانتظام وتحسن وضعك الصحي وأيضا خصوصا إلى مواليد الأقرب من النساء ربما تكون معكم أشياء أو أوجاع باطنية أو تكون نسائية بامتياز حاولوا أن تلجأين إلى الطبيب والاستشارات إلى مواليد القوس المهنية استند اليوم يعني مهمات جدا كبيرة محددة عليك أن تنفذها بصدق وأمانة وأنت كلفت بها ربما تكون نظريا إلى كفاءة جدا وكفاءتك العالية والعاطف اليوم رح يكون تعاطيك الجيد والرائع مع الشريك تكون إلى انحكاسات إيجابية وتلاحظ طبعا هذا الموضوع من خلال تصرفاته معاك والصحة اليوم جريء في مواجهة الآخرين على الصعيد الصحي هناك حلول أنه تبرهن لهم طبعا هذه الأمور وأيضا هناك علاجات ناجحة وهناك أمور قد تكون على الطاولة حاول أنه تختار الأنسب إلك وتبتعد كل البعد عن العقارات أو الأدوية التي أحيانا تجتهد أنت في اتخاذها والجانب المهني اليوم ما تشارك فيه منافسات أو أنشطة تتطلب من عندك كل اليقظة والحيوية أنه يوم لا بأس به من طبعا به يكون أنه شرط التحرك حسب نوعية الوقت طبعا العاطفة اليوم نبحث عن الماضي رح يعيدك إلى الذكريات الجميلة وهذا ما يمنحك يوم من الراحة والتأمل والطمأنينة والراحة والتفاؤل أيضا ننتقل طبعا إلى الصحة حاول أنه تتعامل مع صحتك كما تتعامل مع شؤونك المهنية اللي تريدها أن تكون على أكمل وجه وننتقل إلى الدلو البرج اللي اليوم يعيش يوم جيد ناجح وواعد وبعض الإرباكات اللي رح تكون في العمل اللي تجعلك اليوم في موقف قد يكون هو حرج إذا كنت تتواجه خلافات لكن رح تتفوق على كل المصاعب بحكمتك وذكائك وصبرك أيها المولود والعاطفة اليوم تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الأصدقاء والأحباء حولك وتغني مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والأخادة وطبعا ننتقل إلى الصحة اليوم ما تكثر من السهر وأربع وتكون الحلول أنه أنه تنام الساعات المطلوبة لحتى تبقى طبعا في حالة نشطة وتحاول أنه تعرف أي شيء المستزمات اللي تترتب عليك اليوم موجود الحوت من جانب المهنية ما تخفف من المبادرة حتى ما تتفاجأ الأحداث اليوم حالفك الحظ لدعم مشروع اليوم كنت تحلم بي منذ أن بدأت العمل في اختصاصك والعاطفة تعاود الاتصال بالشريك بعد ما كنت قد وضعت حد للعلاقة به وتستعيد اللقاءات مع بعض غياب وتقررون طبعا في جلسة تصفية القلوب أنه تقترنون أخيرا والصحة اليوم تحاول أنه قدر المستطاع الابتعاد عن كل ما يضرك صحيا وإيضا تنجح طبعا بهذه الإرادة القوية والنضج والحكمة عند هذه المواليد طبعا مشاهدين الكرام كانت هذه أبرز توقعات الفلك لهذا الصباح قبل أن أختم فقرتي الصباحية تادينا أنه نتحدث لكم شوي عن النوازل الإيجابية أو الفترات الجميلة للمواليد اللي تحدثت أو اللي انتظرت أنه تكون متصدرة من بداية السنة هذه السنة قد تكون أو بدناها بأبراج مائية تذيلها الأبراج النارية ومن بعد شهر السادس طبعا إحنا تحدثنا أنه تبقى الأبراج المائية والأبراج النارية طبعا إلى شهر شباط شهر الثالث هي متصدرة لهذه المواضيع يعني هذه هي الفترة فترة جدا إيجابية لمولود العقرب والسرطان والحوت حاولوا أنه تستغنوها وتستفادوا من وجودها وكل الأوراق المهمة اللي ممكن أنه تبذلوها أو تقومون بالعمل عليها أنه تخلصوها بهذه الفترة لمواليد الحوت إذا كنتم تبحثون عن نقلات للسكن هذه هي الفترة اللي راح تدعمكم جدا وذا مواليد الحوت أيضا إذا كنتم تسألون عن دراسة أو عن تقديم أوراق مهمة هذه هي الفترة المهمة والمفصلية في حياة مولود الحوت ونقول لمولود السرطان بالعافية عليك وهنيئا إليك أيها المولود هذه فترة جدا ممتازة للقران للإنجاب وأيضا للزواج وأيضا لعلاقات كانت مقطوعة ثم عادة من جديد حاول أنه ترمم الذات أو أنه توصل لأشياء كنت تحلم بها من بعد فترة أو شراكات حقيقية كانت قد انتهت أو هناك شراكات تبدأ بها هذه المواليد وتكون جدا متصدرة من بداية السنة تكون أرباح حلوة حتى على صعيد أصحاب المال أو البزنس أو اللي يحاول أنه يعمل مشاريع صغيرة يحاول أنه يبدو بها هذه الفترة الإيجابية الآن اللي ننصحكم أيها المواليد طبعا البداية بها وحذاري أنه تتركوها تكون وتمر منعتكم مر الكرام لأنه ما راح تعود معاكم نوازل ممتازة وجيدة مثل هذه النوازل اللي الآن أتحدث عنها طبعا لكل ثلاثة الأبراج اللي الآن أتحدث عنها ننتقل إلى مولود الأقرب اللي بدأ أول ساعة من بداية 22 اندارت على هذا المولود بسخاء برخاء بسعادة أقول لك يا مولود أنه أنت بديت من بداية السنة ورح تستمر معاك هذه الفترة إلى شهر الثالث شهر شباق أنت متصدر إذا كانت معاك علاقات منقطعة حاول أنه ترممها خطوبة أو زواج أو قران أو عودة إلى حبيب أو إلى شخص أو إلى شيء كنت تبحث عنه وتحاول أنه توصل لهذه الفترة الحقيقية اللي الآن أنت تبدأ بها علاقات جدا إيجابية ائتلافات ناس عوائل شيء محدد علاقات اجتماعية مقطعة هذه هي الفترة الآن اللي ممكن تخدم مولود الأقرب بامتياز وبشيء جدا ممتاز إذن حبيت أنه أنا وح وأقول لكم وأخبر لكم وأذكركم يا مواليد يا مائية أنه هذه هي فترتكم ما تخلوها تمر مر الكرام مبعثة التصنون وتقولون ما صار معنا شيء والسنة مرت علينا أنا الآن ده أذكركم حتى تبدوون بكل الأشياء اللي الآن تتمنوها وتحاولون أنه تسعون لها إن شاء الله يا ربي صحة وسلامة وتوفيق في جميع أعمالكم وأموركم أنا فقرت الصباحية انتهت معكم مشاهدين لكن لقائي جدد بكم كل يوم صباح عودة مرة ثانية وزملا أنا بالستوديو ويكملون باقي فقراتهم الصباحية وأنا رح أقول لكم باي باي